السلام عليكم ومرحبا بكم نشرة جوية خاصة فيما يخص الرعود اللي راح تقيس بلدنا بعدة خلال هاد الساعات القادمة ان شاء الله هو العمطار الرهدية اللي همت بعد المناطق داع بلدنا نعطيكم بعد الكميات باش تعرفوا الاهمية نبدو باقصى الجنوب ونسجنات قريب 53 مليمات في عين قزام عندها إنسوامان صبت 30 مليمات هذا الخصان 53 مليمات لحب يقول كبيات معفابرة وصبت في عدة مناطق داع أقصى الجنوب عندنا بعض في الشمال 44 مليمات في منطقة قاماس جنة 41 مليمات اما في منطقة تسكيكدا في مدينة سكيكدا سدنا 28 مليمات اما في ميخوس قسمتنا 8 مليمترات بجاية وجيجل 5 مليمترات برج باجي مختار في أقصى الجنوب 3 مليمترات وحتى في تيندوف سجلنا مهلي باترة واحد الغرور كم يقولوا احنا ولاية تيندوف ما يحبي يقول احنا على حساب المحطة الجوية تعمدينة تيندوف تقدر خمسة كيلو متبعيدة على المحطة تكون 27 مليمترات باش نتفهموا لزوراج الرعود كي تكون منعزلة سدي زوراج إزولي لخدوه دو كنشوفوا حالة التقس كيفاش رح تكون غدوة الصباح ان شاء الله مع هذا المنظر الجامل تي على بلاش بل تأشنوها مع غدوة سيكالم الحالة عوضي عمو من الشباب باستثناء بعد سحب البقية سحب سوف لا تهم بعد المناطق الساحلية وكذلك تبقى بعد البقية السحب الرعدية تهم بعد المناطق تها أقصى الجنوب هذه فلا ما تينيك بسكسي لاستابيليدي دو كنشوفوا درجة الحرارة ننتظرهم على الصباح إن شاء الله الحرارة لتكون في المعدل التحتين وثلاثين في عين صالح واحد وثلاثين بإيليزي ثلاثين بتين دوف وأيضا بالشر غردية ووريلا تسعتاش على باتنا وسطيف عشرين بالعاصبة واحد وعشرين بوهران واحد وعشرين بالبويرا وخمس وعشرين بطمر راست وكذلك على برج باج المختار وعين قزان دو كنشوفوا الوضعية كيفاش رح تكون ظاهرة نهار الغد هنا الإفوليسيون تبقى دائما تقسم تقلب وغير مستقرهم كل مناطق مرتفعة الهوغار والتصيني وخاصة أقصى الجنوب منطقة بورسباج المختار حينجزام تمياوين تينساواطين أبونكور أباليسا كل هذه المناطق وكذلك حتى بعد المرتفعات شمال تمرسات كمنطقة مرتفعة لسيكرام مع أمطار محلين تقدر تكون معتبرة ورياح تقدر تكون قوية تؤدي لتطيور رمال على هذه المنطقة وكذلك على السحر الوسطى نكن تطلعوا للشمل لأنها وضعية مختلفة على الجنوب هذا رجع للإتراب بالجوية الإفريقية هنا هي لزورها جهدو رجع للحرارة اللي كانت اليامة اللي فاتت هي اللي قادت تمت بعد الرعود وهذه الرعود تستمر خاصة على كل ولاية الشرقية بسبيل المثال باتنا خنشلة قلمة قسمطينا عنابة سقهراس تبسها حتى سكيدة جيجل ميلا كل هذه الولايات مهمة بهذا النشرة الجوية الخاصة منطر تقدر تكون لبس بها أمطار رعدية بينما على الولايات الوسطى والغربيات كما يقول لك يكون الحال عموما للشباب وكذلك على الجنوب الغربي مالغري كانوا بعد سحابتها في منطقة تندوف ويستمعوا تشجينا ميليمتر واحد دوكن جزء لدرجة الحرارة ننتظروها إن شاء الله خلال الظاهرة الحرارة راح يفصل إياه ما بحب بين 31 إلى 33 على السواحل 46 على السحر الوسطى وايضا منطقة تندوف راي هاي لا شعب للجنوب مالغري 46 درجة هاي لا بارابول كارونتنا في سين كونت 45 في تندوف 45 في الشرق 45 في بورج بلجي مختار 102 و2 زواطين أيها ونختموها بقسم طينا 38 36 و38 كذلك حتى منطقة تباتنا وسطيف وايضا بورج بوري ريج دوكن جزء الملاحة والصيد البحري البحر عموما يبقاش باب على طول الشار السحلي 10 كيلو متى الساعة يتجاه التعوي مختلفة حرة المية 24 و25 درجة مئوية الإشاعات السمشية ما بين 9 إلى 10 على 10 والرؤية تكون إن شاء الله من 4 إلى 8 أميال بحرية كالعادة نختم هذه النشرة الجوية بالمعلومات الفلكية لتهم الجزائر العاصمة وضوحي غرب السمش واشرق السمش لأدل 26 اوت 2018 بدون قصلكم على الجزائر يا وان